دكتور حضرتك واخد يعني حصلت على الدكتوراه في فلسفة المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات في علوم المعلومات وكان لها سلة أيضا بمكتبات التلفزيون المصري ده صحيح إيه الموضوع؟ الموضوع أنه هذا المبنى العظيم أنا الحقيقة شرفت أن أنا قضيت فيه يعني سنوات صحيح أنا عددت رسالة الدكتوراه في الخارج لكن ظل الموضوع مرتبط بمصر مصر لديها مخزون ثقافي وإعلامي غير مسبوق على مستوى المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط ككل الكنزة الذي تمتلكه مكتبات وأرشيفات التلفزيون المصري لا ينظره أي رصيد آخر موجود في أي مخابر ونحن نتفق مع حضرتك جدا في هذا الموضوع صحيح كان لابد من وقفة يعني على الأقل من وجهة نظري كأكاديمي وباحث وكان هذا الموضوع نحن نتحدث عن رسالة بالمناسبة يعني نوقشت أو أهيزت في تسعينية القرن الماضي كانت أول رسالة من نحة على مستوى الوطن العربي تلقي الضوء على هذا الرصيد الهائل من المادة الفيلمية لأن الرسالة الحقيقة لم تكن تتعامل مع مواد مضبوعة على الإطلاق كانت تركيز والهدف الأساسي من الرسالة هو وضع نظام معلومات آلي للتعامل مع المادة الفيلمية سواء تجسدت في صورة أفلام أو تسجيلات فيديو وغطت بالتالي أربعة من القطاعات الرئيسية الموجودة كانت مكتبات في ذلك الوقت مكتبت الفيديو مكتبات الأفلام العربية والأجنبية ومكتبات التابعة لقطاع الأخبار وخرجت برؤية في وضع هذا النظام كان وقتها التلفزيون بيخطو بعض الخطوات المبدئية في التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحفية الكبيرة في وضع نظام معلومات لكن هذه الرؤية يعني أعتقد وضعك التصور يعني أهم محضرتك توصلت له إيه في هذه الدرس لا أهم التوصيات أهم التوصيات مثلا كان أنه لابد من الإسراع في عملية تنظيم سريعة جدا تتيح لكل من يتعامل مع هذه المواد سواء كان على مستوى الإعداد أو الإخراج لأن الحقيقة الطريقة التي كانت سائدة كانت طريقة تقليدية جدا تعتمد على دفاتر وتعتمد على يعني عفوا النوتا ويسجل فيها أرقام شرائط وهذه ليست وسيلة ناجعة على الإطلاق للتعامل مع المحتوى حقيقة تتعاملي مع حالات وحاجات استرجاعية تريد أن تسترجع بعناصر مختلفة في مضمون ومحتوى المادة البرامجية ده كان التركيز على هذه البزائية وأين ذهبت تلك التوصيات حدريك مثلا تابعت أتيحت فرصة بعدها للتعامل مع إحدى القنوات للشبكات اللي تم تنفيذ فيها النظام الآلي التلفزيون قطع خطوات لأن حدريك طبعا التوصيات اللي بتخرج عنها الرسالة يعني أخذت ببعض التوصيات خل إنه بدأنا حتى من اختيار المواد التي يتم الاحتفاظ بيها حدريك لا تستطيع أن تحتفظ بكل شيء بيتم إنتاجه داخل المبنى وما هي معايير الاختيار وكيف حدريك تؤمني أنه ما يتم الاحتفاظ به الآن ولا يتم مسحه لأنه ما قد يمسح الآن لا يمكن تعويضه في المصورة